في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 34 قضية بيع استوانات بتياز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 2600 استوانات بتياز وضبط 31 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 887426 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11087 قضية السلع غزائية وتمونية بمضبطات وزنت أكثر من 3571 طن سلع غزائية وتمونية متنوعة وكذلك ضبط 4997 قضية مخالفة للمخابز كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت أكثر من 78.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2761 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 525 طن كما تم ضبط 144 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من 731 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 195.5 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 918.590 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 199.649 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3882 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 191 سائقا منهم كما تم المرور على 25 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائق حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا كما تم فحص 90 مركبة وتبين عدم مطابقة أربع مركبات لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 994 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1231 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3196 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 3077 مخالفة ملصقات وضبط 36 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1995 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفل والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81 ألفا و770 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 74 مليون وخمسمائة وسبعين ألف ومئة وستة جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 220 قضية من بينها 120 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ومئة قضية في مجال جرائم المطبعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 44 قضية بقيمة مالية بلغت 115 مليون وستمائة وسمانية وثلاثين ألفا ومئة واثنين وعشرين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2525 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليار وسبعمائة وسمانية واربعين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجال فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6 ملايين وخمسمائة وسبعة واربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيها